مصر تطلب استضافة الأولمبيات التي لم يسبق لإفريقيا أن نظمت مثله أعلن رئيس اتحاد اللجاني الأولمبية الوطنية في إفريقيا مصطفى براف إن مصر هتتقدم بطلب علشان تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سنتين 2036 و 2040 وأكد مصطفى براف إن البنية التحتية اللي بتتحسن بشكل كبير في البلد هتكون عامل مهم في نجاح الملف الإفريقي لحد دلوقتي قرى الإفريقية ما نظمتش الألعاب الأولمبية قبل كده وقاهرة كانت قدمت طلب علشان تستضيف ألعاب 2008 لكن للأسف ما حلفهاش الحظ مصر اللي بتعتبر أكتر دولة فيها سكان في العالم العربي صرفت مليارات الدولارات على بناء المرافق والملاعب والمجمعات الرياضية في السنين اللي فاتت وده جزء من خطتها لتطوير البلد ومن المتوقع إن مجمع المدينة الأولمبية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة اللي مصر بتبنيها شرق القاهرة من سنة 2015 هيضم ملعب يسع لـ 93 ألف متفرج و 21 منشأة رياضية تانية مصطفى براف قال في مؤتمر صحفي في اليوم الختام الألعاب باريس مصر هتتقدم بطلب لاستضافة 3640 المسؤول الرياضي الجزائري وضح إن ممكن كمان يكون فيه عرض إفريقي تاني مع دراسة كيت تاوم في جنوب إفريقيا عشان تقدم طلب لاستضافة الألعاب الأولمبية لكنه ما حددش الألعاب اللي عايزين يستضيفوها بالضبط وأضاف براف اللي هو كمان هو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية إفريقيا عندها فرصة إنها تنظم الألعاب ومن المرجح إن الألعاب تتنظم سنة 2040 لازم نبص القضايا البنية التحتية زي الطرق والمطارات مصر عندها إمكانية كبيرة في مجال البنية التحتية وأعلن إن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية هتستضيف النسخة اللي 34 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2028 وفي نفس الوقت مدينة بيرزبين الإسترالية هتكون بتجهز عشان تستضيف أولمبيات 2032